ناقش لقاء النمو وساع برئاسة وزير الأوقاف والإرشادة محمد شبيبة أوضع العمل في قطاعات ومكاتب الوزارة والأعمال المنجزة للعام الفين واثنين وعشرين والسبل كفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي واجهت العمل المتصرم وأكد شبيبة على أهمية الارتقاب بالعمل المؤسسي في الوزارة ومتابعة تنفيذ كافة الخطط مشيرا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا لتذل الصعوبات في تسيير عمل القطاعات والفروع وفقا لإمكانات المتاحة لدعم إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال هذه المرحلة